سيد الطلاب اليوم راح نبدي موضوع شرح الستريم سايفر او ما يسمى بالبرنامب سايفر سيستم الاكيد هو بمحاضراتكم سجل عليه الفاصل السادس فحتى تتابعوا نيانا المحاضرة اليوم محاضرتنا عن الستريم سايفر هي مقدمة عامة عن الموضوع بشكل مبسط راح ناخذه والمحاضرات الجاية راح ناخذه بالتفصيل ناخذ عليه اكزامطل ونشوف شون تصير طريقة الحال اذا راح نبدي موضوع الستريم سايفر طبعا اكيد بالبداية الستريم سايفر هو يختلف جدا عن بقية الانواع التشفير اللي اخذناها سابقا الى خصوصية طبعا البرنام سايفر اللي هي اول من خلها العالم فيرنام هذه الشفرة قبل ما ليخليها كان اكفر اتجاه انه يصمون شفرة يسموها الون تايم باد او التشفير ذات المرة الواحدة هذا النوع من التشفير يحقق انه نص مشفر امن وطبعا هاي مثل ما مذكور هنا يمكم انه اول ما نشتغل عليها هو جيلبرت فردام عن جويل التاريخ القديم يعني من الـ 18 سنة الـ 18 يعني اللي مقصود بها انه الرسالة او طريقته كانت انه ياخذ المسج يحولها الى البايناري سترينج اللي هي 0 والون وايضا المفتاح اللي حيشتغل ضمن هذي التشفير ايه الطريقة سيكون ايضا بالبايناري 0 والون بعد ما يحولها بالاسكي كود والانيكريبشن اللي رح ناعتمده ما عدنا اي صعوبة به هو مجرد عمليات الادنج بالبايناري اللي هي الادنج بالبايناري او الجمع بالبايناري بالنظام الثنائي رح نسمي احنا الاكسوكروزوف اور او مثل ما تسموه تعرفون هو الاكسوكروزوف اور للبونجول الثنين اذن رح ناخذها بت باي بت العملية ما لاتنا عملية الاسكروزوف اور بت باي بت يعني هذا اللي ميز عن الطرق السابقة والطريقة هذه عادة يسموها طريقة الاكسوكروزوف اور او ممكن يسموها اكس اور او ممكن نرمزلها بهذا الرمز اللي هو الجمع داخل هذه الدائرة اللي هو يستخدم للتعبير عن الاكسوكروزوف اور إذن هي طريقة بسيطة سهلة ولي نحتاجه Cypher Text اللي هو بـ 0 و 1 والمفتاح أيضاً 0 و 1 ورح يكون عندنا الناتج نهائي ناتج عمليات الـ Exclusive Or إذن رح ننتقل للسليل اللي بعدها المبدأ العام للتشفير بطريقة Verna أو سموها الـ Stream يعني حتمنا وغادي نتفق هو يا أما Verna يا أما Stream Cypher المعادلة اللي رح نستخدمها بعادلة التشفير هي النص المشفر الحصل عليه من الـ P اللي هو الـ Plain Text أو النص الصريح Exclusive Or مع الـ Key هي المفتاح إذن كل اللي رح نحتاجه Plain Text ونحتاج مفتاح ديناتهم بالبيناري نسويهم Exclusive Or وكنا نعرف جدول Exclusive Or شنوه جدول Exclusive Or جدول Exclusive Or مثل ما اتفقنا عليه بالمحاضرات مالت الكورس الأول إنه شو يكونون صفر شو يكونون واحد أكيد من يكونون متشابهين False أو صفر ومن يكونون مختلفين رح يكون True Or One إذن Verna كل اللي سواه هي هو أنه يعني أكيد هي الهبيضة تختلف عن بقية الشفرات اللي أخذناها سابقاً واتميزة إنه المفتاح والنص رح يكون منتناتهم باستخدام البيناري Zero One ورح نستخدم لهم دالة Exclusive Or حتى نوجد من عدهم النص المشفر إذن حسب أو قائد أمالتها هاي المؤادة اللي موجودة قدامنا و Exclusive Or عرفت جدولة أو طريقة إيجادة اللي هي يكونون الشابين صفر ومختلفين واحد تمام أوكي تمام إذن رح نأخذ مثال التالي لو عدنا هذه المسج اللي هي هذي هذه البسج الموجودة عدنا حولناها بشكل بايناري وعدنا المفتاح هذا أيضاً هو اللي موجود بشكل بايناري فرح نحاول نسوي بيناتهم ونطلبنهم بالنص المشفر اللي هو السي اللي رح يكون هو عبارة عن المسج هذه هي البسج مثل ما هي نزلناها بالإضافة إلى الكي اللي هو هذا المفتاح مثل ما هو رح ننزله نجري بيناتهم عملية exclusive or bit by bit مثل ما اتفقنا واحد واحد الشابهين شي يصير النادج منعدهم يطلع صفر واحد واحد